مرحبا معكم ربيع ريفي رحبكم معي على ريفيز ارت تشانل اليوم ان شاء الله سنتعلم شي جديد عن الرسم اذا عجبكم الفيديو اتمنى تعملوا لايك وشير وخليكم عم تتابعوني على اليوتيوب او على صفحة الفيسبوك ريفيز ارت تشانل اليوم كفكرة هنحاول نعمل شي متل كانو الغيوم مرودة تحت الجبل وبعدين نعمل شجر شوية مي نحاول نشوف كيف نعمل هيدا القفات كيف كمان بتعكس الشجر على المي هنبلش لنشوف كيف ممكن تطلع معنا صورة هنبلش هون نعمل نفس الغيوم اللي عملناهم بالاوال فوق نعملو نتحط لنحاول نورجي انو كانو في ضبايب او في عنا غيوم موجودين خلال الجبل وعنا برغموهم خلال الجبل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لعليه الضوء يبين اكثر من الجنوب نضيف للوم الابيد بحرور تحدد شكل الجبل وبالطريقة يبين معنى اوضح هذه الطريقة بستعمل السكين موسيقى 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 مستعمل لنون أخمت لكي يفين أنه هيدا لون الظل وهيدا لون محل ما فيه ضو الشمس أو ضونا سوف تلاحظوا موسيقى أهم شيء يجب أن تركزوا عليه هو كيف تبين موسيقى 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 مثل نعمل مثل شي قاوي شجر ونشوف كيف ممكن نعكس على المي كيف الطريقة اللي نعكس فيها على المي انا كتير بحب استعمل البروش بتعطيني الفصيلة انا كتير بحبه وتمشي معي مثل ما بدي كتير امور خاصة ما بكون احب مشتغل بالامسكي او منظر طبيعي ففينا استعمل كمان كتير انواع الفراشي بكون المستقبل حنشوف شو انواع الفراشي دي ممكن استعملها وشو الاستعمال تبعها وين ممكن استعملها وشو ممكن استعملها بأي منظر هلا حنحاول نعمل شي هي ما بعرف كيف انه دايما بصنتك تعمل شي هي نحاول اسس ركب الفكرة كيف ممكن تركب معك يمكن انا افكر اعمل بس بأي منظر بأي منظر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حمون اصفر مزدوني انك ترتديل بس احنا هاي بين شجال يبير معنا انه فيه ضو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة